هاتي اي كتعة سفنجة عندك وحط عليها نقطتين مية وربع معلقة صغيرة من الكربونات وحطيها بقى في الفريزر او التلجة هتسحب لك اي روايح كريهة التسيح التلجة في الفريزر ايه ويتعمل الحركة دي ولا تجيب السكينة ولا شكوش ولا الكلام ده خالص لا الافضل بتجيب الليستشورد لو متوفر عندك ومستعجلة كده عليه ان هو يسيح معاك على طول عشان الحاجة ما تبص معاكي او لاما تسيبيه يسيح معاك برحتة لاني ممكن لقدر الله وتحصل كرثة والمواصر تتخرم معاكي وتسرب في ريون وحرام الحاجة باقت غالية فالافضل طبعا بالاستشورد او تسيبيه يسيح برحتة هاتي بقى فرشة الشعر وهتجيبي بقى اي نوع برفون انت بتحبيه وتفضليه وهتبدأي كده ترشي بالشكل اللي انتو شايفينه دو هتلاقي بقى ريحة الفرشة معاك ريحة خطيرة جدا كل ما تيجي تصراحي هتلاقي ريحة شعرك تخفى جرابي بقى الفكرة دي وهتعجبك جدا هاتي اصغر بطاطساية عندك واسميها نصين وخرميها بقى معاكي بالشكل اللي انتو شايفينه ده بستكينة يعني عايزين كده نطلع النشا اللي فيها عاوز اقولك بقى هنا حلو جدا للهالات السود اللي تحت العين او تحت القبط او اي منطيع عند الغمقه الفكرة دي بقى جميلة جدا وهتعجبك جدا هتجيبي بقى المكوى وتحطي بقى مية عادية خالص ومطرح بقى ما بتحطي المية هتحطي بقى اي نوع برفان انت بتحبيه وتفضليه وبالشكل ده كل ما تكوي هتشمي بقى احلى ريحة وريحة الهدوم معاك هتبقى سابطة الفترة طويلة جدا بالريحة اللي انت بتحبيها وتفضليها بجد فكرة سهلة وبسيطة وجميلة جدا جربيها وتعجبك جدا واتمنى بقى لو وصلت معي لحد دينا في الفيديو ما تنسيش بقى تعملي مشاركة عشان الكل يستفيد ولو اول مرة تشوفي صفحتي انا اسمي امير عشور هتمنى بقى اتنوريني وتدوسي لك ومتابع عشان يوصل الكل جديد باذن الله وان شاء الله الصفحة تعجبك جدا لمنع ريحة زفارة السمك وانت بتحمريه حطي بقى نص لامونة هتتخلصي بقى من ريحة زفارة السمك نهائي جربي بقى الطريقة دية وهتعجبك جدا وانت بتعملي البتنجان ايا كان بقى مسقعة او مثلا مخلل رشي بقى معلقة كده من الملحة على البتنجان نفسه واسيبيه بقى لحد ما يتصفى معاك تماما بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وينزل كده المياه اللي فيه وهتنشفيه بقى كويس جدا من المناديل قبل كده ما تحطيه على الزيت وتقليه عايزة اقولك بقى الخطوة دي هتخليه مقرمش معاك وطعمه طحفة ومش يشرب معاك ولا نقطة زيت وانت بقى بتقشري سيبي كده جزء فيه عشان خاطر هو ده بقى الفايدة بتاعته اوعي بقى تقشري كل الجزء الاسود ده لا ده هو الفايدة كلها ان شاء الله بقى الجربي خطوة الملح دية وهتعجبك جدا وهتدعيلي عليها واتمنى بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد بطاطس ما ارمشها وطعمها طحفة قبل ما اتحمريها دي في معلقة كبيرة من الملح ربع كباية من الخل وربع معلقة صغيرة من الكركم هيدي لونه وطعم حلو جدا لايك وشير عشان الكل يستفيد حطيه بقى في الكيس ورجي معاك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هيطلع بقى معاك الكفر متماسك ومقرمش معاك وطعمه طحفة عن تجربة دي افضل طريقة ممكن تعملي بها البنية ولا بقى بهديلي ايدك ولا تعملي بقى واحدة واحدة ولا الكلام ده خالي ولا تتعب نفسك خاليش شايفين بقى ماشاء الله هتطلع معاك عاملة زي النجتس ان شاء الله الجرابي بقى فكرة الكيس دي وهتعجبك جدا وهتدعيلي عليها واتمنى بقى لو وصلت معي لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تعملي مشاركة عشان الكل يستفيد دي بقى من قصعب البقع اللي ممكن تطلع من الملابس يعني بقعة حبرة او بقعة قلم بتتشال لكن بقى بقعة الزيت دي بتبقى صعبة جدا بس مع اميرة عشور هتطلع معانا بكل سهولة بدون اي مجهود ولا تعبوا كل حاجة قدامكم يلا نبدأ بذكر الله واتمنى بقى تشجعيني باجمل لايك وتعليق حلو منك هجيب بقى معايا اول حاجة كده ملح اللمون وده الاساسي معانا بيبقى عند اي عطار وهتبتدي بقى توزعي كويس جدا على البقعة اللي فيها الزيت وهضيف كمان كربوناتو او ممكن كمان بيكينج بودر يعني اي حاجة متوفرة عندك اشتغل بيا مفيش اي مشكلة خالص وهتبدأي برضو توزعيها كويس جدا كده على البقعة اللي فيها الزيت هنزل بقى باخر حاجة معايا الخل شايفين بقى التفاعل اللي بيحصل عايز اقولك بقى هنا الخل والكربوناتو وملح اللمون مش هيخليلك فيه اثار زيت نهائي كمان الخلطة دي حلوة جدا لو فيه بقعة حبرة على الملابس هتطلع معاك بكل سهولة هسيبها بقى لمدة عشر دقايق هجيب بقى الفرشة او ادعاك كده كويس جدا بايدك لو وصلتي معايا لحد انا في الفيديو حبابا اعرب بتتابعيني من انهي بلد وما تنسيش بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد هتجيبي بقى مياه عضية خالص من الحنفية وهتنزلي بقى بأي مسحوق عندك او برسل جل وابدأي بقى ادعاك كده معاك كويس جدا عصورها بقى كويس جدا وهسيبها بقى لحد ما تنشف معايا تماما وهورها لكو برضو لما تنشف كايفين بقى ماشاء الله كده نشفت معايا وبقت تماما ما بقاش فيه اصار زد نهائي بجد جرابي الخلطة ديت هتعجبك جدا وهتدعيلي عليها واتمنى بقى لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو متنسيش تعملي مشاركة عشان الكل يستفيد ولو اول مرة تشوفي صفحتي انا اسم امير عشور هتمنى بقى اتنوريني وتدوصي لكم وده بقى عشان يوصل لكل جديد بإذن الله وان شاء الله الصفحة تعجبك جدا هي دي الصنية اللي هتنفعك في وقت الزنقى وهتشرفك جدا في العظمية التوفير التوفير هنعمل بقى النهاردة مع بعض الوصفة المعتادة والمحببة للجميع المكرونة بالبشاميل بطريقة سهلة وبسيطة جدا بشاميل لمزبوط وطلع شكلها جميل وطعمها تخفى والاحلى بقى هنا ان هي من غير ولا بيد ولا جبنة ولا لبنة وجوصي جدا كده معايا وطعمها خطيل اول حاجة هجب بقى الحلة وحط فيها معلقة كبيرة من الزيت ومعلقة كبيرة من السمنة معايا بقى طلب بصلات كبار ومقطعهم كتعة صغيرة جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وهسيبهم بقى لحد ما يدبلوا معايا اول ما البصلة بقى تدبل كده معايا وتديني اللون الده بالحلوة هنزل بقى بنص كيلو من اللحمة طبعا انا هستخدم ربع بس بس انا عاملة هنا بزيادة عشان لو هعمل مثلا صنيك جلاش او مثلا بطاطس محشية تبقى اللحمة كده متعصاجة معايا وجهزة هقلب بقى البصل مع اللحمة كويس جدا يتشوحوا كده مع بعض هضيف بقى معلقة كبيرة من اللي هي المفرومة طبعا لو متغفرة عندك ده فيها هتخلي بقى راحة اللحمة معاك تحفة جدا وهنزل بمعلقة صغيرة من السكر وهضيف كمان مكعب مرق لحمة وهفرقه بقى كويس جدا كده جوه الكيس كده نعم معايا وبقى تمام هضيف بقى معلقة صغيرة من الفلفل الاسود وهضيف نص معلقة صغيرة من الملح نقلب بقى كل المقوانات كده مع اللحمة كويس جدا مع بعض عايز اقول لكم بجد رحيتها تحفة احلى تعصيجة ممكن تعمليها وانت بتطلق المكارونة وحط معلقة صغيرة من الملح كده اللحمة والمكارونة بقوا مجهزين معايا نعمل بقى البشامل هجيب بقى الحلة وهنزل بمعلقة كبيرة من الزيت وهضيف ثلاث معالق كبار من الزبدة اوسط من المتوفر عندك اشتغلي وهنزل بست معالق كبار من الدي وطبعا نخلة كويس جدا عشان لو فيه اي حاجة وقلبي بقى كويس جدا كده لازم ان يبقى ايدك مستمرة كده في التقليل وهضيف كسمراء الدجاج كنور عايز اقولك بتدي طعم تحفل البشامل وقلبي برضو كويس جدا في المرحلة دي بقى ممكن تدي في اللبن وممكن تدي في الشربة اي حاجة متوفرة عندك تمام انا هنا في الفيديو هشتغل بالشربة هتنزلي بقى شوية بشوية كده على البشامل وابدأ يقلبي كويس جدا كده بس اهم حاجة كده تنزلي شوية بشوية عشان خاطر ما يكلكعش منك دي اهم حاجة كده في البشامل لتنزلي بالشربة او باللبن واحدة واحدة كده وقلبي كويس جدا هتلاقي كده فك معاك على طول مستحيل يكلكع منك نهائي لو ما جربتيش بقى البشامل بالشربة جربيه وهيعجبك جدا وهنزل باخر حاجة نص معلقة صغيرة من الملحمة قطريش عشان حطينا مرأة وكده البشامل بقى جاهز معنا شايفين بقى ما شاء الله قومه عامل ازاي ولونه وطعمه وريحته عايز اقولك بجد تحفى الخطوة دي بقى اختياري ممكن تديفي على المكارونة صلصة او ممكن مضي فيش مفيش اي مشكلة خالص بس انا في صراحة بحبها بصلصة أقولي لي بقى في التعليقات بتحبيها كده بصلصة زي ولا لا وهاخد بقى 3-4 معالق كده من البشامل وحطوهم بقى على الصلصة والمكارونة وهقلب بقى كويس جدا شايفين بقى لون المكارونة تحفى هجّبي بقى اي سنين تحب تحطي فيها وهتحطي بقى طبقة من البشامل هتنزلي بقى بنص كمية المكارونة وهتحطي برضو معلقتين 3 كده من البشامل وانزلي بقى بنص كمية اللحمة دايما كده وانت بتعصاج اللحمة اعملي بزيادة عشان ترتاحي حتى يوم هضيف بقى زاتون مخلي لو متوفر عندك دفيه بيدي طعم حلو جدا للمكارونة هنزل بقى بقى كمية المكارونة هنزل بقى باخر حاجة البشاميل اللي شايفين بقى م شاء الله مظبوط جدا معي ولا تقيل ولا خفيف هو الزعي بقى كويس جدا كده في الصينية وهنضيف بقى على الوش بدل البيض والجبنة هنضيف كده معلقة كبيرة من الصلصة او الكاتشاب هو الزعي بقى كويس جدا الصلصة او الكاتشاب اللي انت هض فيه اتمنى بقى لو وصلت معي لحدنا في الفيديو ما تنسيش بقى تعملي مشاركة عشان الكل يستفي شايفين بقى م شاء الله الصينية اكناها كده مستوية معايا ولسه طلع من الفرن اندخل بقى الصينية بتاعتنا الجميلة دي في الفرن على درجة حرارة متين هتاخب معاك ساعة الا ربع وكده المكارونة بالبشاميل بتاعتنا بقى الجهزة شايفين بقى باسم الله م شاء الله اتمنى بقى لو اول مرة تشوفي صفحتي اني اسمي امير عشور اتمنى بقى اتنوريني والدوصل لكم وطبع عشان يوصل لكل جديد بازن الله